نواصل حل 80 كتب مدرسي ونحن الآن مع التمانين 11 المستوي منسوب إلى معلم أصحيح أم خطأ مع التعليل إذا كان مماس منحن الدالة عند هذه النقطة يشمل هذه النقطة فإن ميله هو هذا الحل إذن ينسب المستوي إلى معلم نجيب بصح أو خطأ والتبرير إجبالي فهذا طلب ضمني غير مباشر القضية فيها ثلاث شرط شرطين القضية الشرط الأول الشرط الثاني وجواب الشرط الشرط وجواب الشرط التبرير الأولى للحكم صحيح التبرير أول شيء نكتب معادلة مماس قانون معادلة المماس الآن الآن قال مماس منحن الدالة عنده هذه معناتها آ في اثنين تسوي نقص واحد آ في اثنين تسوي نقص واحد هذا التعويض الأول يشمل هذا فإن الميل هو هذا أول شيء عوضنا حصلنا على هذه المعادلة بما أن المماس يشمل هذه النقطة يعني أن إحداثياتها تحقق لاحظ مماس معادلته إغراك تسوي هذا المقدار الآن إغراك هذا وإكس نعوضهم هذا إكس نعوضه هنا وإغراك نعوضه هنا لأنه يشمل أعوضه أعوض هذا الإغراك بالسفر وهذا بالسفر فتكون معادلة فيها مجهور واحد هو أفتح لإثنان أفتح لإثنان أجده ناقص نصف ناقص نصف هو نفسه المقترح في القضية هو نفسه المقترح في القضية ما هي فكرة هذا السؤال ولا هذا التمرين فكرة هو أن تكتب معادلة المماس معادلة المماس هذه في الحقيقة فيها كم المجهول في الحقيقة عندها واحد اثنان ثلاثة أربع مجهيل الكتابة هذه الكتابة هذه تعوض بها هنا لأن آفت الثنان تسوي نقص واحد عند النقطة معادلة المماس المنحني عند النقطة معادلة يشمل اختفى المجهول الأول ذكا الآن هذه يبقى مجهول تبقى مطابقته هل سأجده هنا يبقى المجهول اكس وإجراك نقرأ سؤال يشمل كذلك سفر سفر يشمل سفر سفر معناة هذا السفر الفاصلة وهذا السفر الترتبة لاحظ أن المعادلة التي كان فيها أربع مجهيل بقى فيها مجهول واحد هو أفتح لإثنان أجده وأطابقه هل نفسه المقدم والمقترح أو لا فقط إذن هنا يمكن قولوا إذا كان مماس منحن الدال عند النقطة يشمل إذن هذا المماس يشمل نقطتين المعلم مثلا هنا هذا هو المعلم أين هي النقطة سفر سفر أين هي النقطة ثنين نقص واحد اثنان نقص واحد هنا نرسم المماس مثلا المماس هو هذا هذا هو المماس هذا المماس يشمل هذه النقطة ويشمل هذه النقطة وهذا المماس معادلته هي هذه المعادلة مع أنت عندي مستقيم يشمل نقطتين معلومتين وله معادلة معلومة أعوذ ولا أجدت نقل انتهى الثمانين احدى عشر ترجمة نانسي قنقر